السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناة سلسونة سلوة مفيش أحلى من المقرمشات أو السناكس دي مع الشاي أو الشاي بالحليب أنا بالنسبالي بأخذها كواكبة فطار الصبح بقالي تقريبا كده إسبوع مش عايزة فطر حاجة غير كده خفيفة ولذيذة طعمها حلو جدا جدا والنكهات اللي فيها تجنن على ذوقي سعرات الحرارية الليلة من غير دهون أول حاجة هعرفكم على الينسون الينسون من الحاجات الجميلة اللي بيعمل نكهة حلوة جدا وكمان بيرايح المعدة تاني حاجة معي الشمر فده الشمر والينسون اللي هو بيكون صحيح في فرق ما بينهم هو في الشكل عشان برضو نعرف احنا هنجيبهم ونطحنهم لأننا مش عايزة ألاقي منهم كده تحت سناني وانا باكل النهاردة المواد السائلة هتكون بسيطة جدا هم بيتين وتلات نقاط من الخل تعالوا بقى نشوف كمان المواد الجفة اللي هي برضو بسيطة أنا عندي هنا الشوفان ودايما بجيبه وبطحنه في الخلاط بجيب الخلاط الناشف وحط فيه الشوفان فيبتحن معي كده ناعم بيبقى عامل زي دقيق عايزة للوصفة النهاردة كباية ونص كباية ونص من الشوفان المطحون اللي هي بتكون 135 جرام عايزة تستعملي الكباية استعملي نفس الكباية لكل حاجة عندك الميزان استعمليه عشان تكون الحاجة تلع مزبوطة معيك المقاون الثاني من المواد الجفة هيكون الحليب البودر الحليب العايزة اللي هو زي النيد وكده عايزة نصه كباية او 50 جرام المقاون اللي بعد كده هيكون السمسم المحمص اللي هيعمل نكعة حلوة جداً عايزة ربع كباية اللي هم 30 جرام والسمسم والشمر والينسون أنا عايزة اطحنهم ودي احلى نتيجة لقيتها يعني لقيت كده نكهة الشمر والينسون وهم مطحونين والسمسم المطحون كان حلو جداً فأنا قررت للوقتي اللي انا عطحنه معيكو نحطه في اي كبة او محضر الطعام زي كده صغيرة بتطحن معيه وبس كده الريحة بقى من دلوقتي يجنن شمر وينسون والسمسم محمص وحطه مباشرة على الشوفان اللي هو كان كباية ونص شايفين المواد الجفة بسيطة ازاي؟ وتعالوا نحط عليهم النص كباية من الحليب البودر اللي هيعمل نكهة حلوة جداً واخر مقونا معي من المواد الجفة هيكون معلقة كبيرة من البيكن بودر خلاص كده ايو خلاص تعالوا نجيب بقى طبق نحط فيه المواد السائلة اللي هم حكتين زي ما اتفقنا بتين وثلاث نقاط من الخليل بس كده يا سلوى ايو بس كده انا عندي فكرة جميلة جداً لو جربتوها هتعجبكو شايفين الخليط اللي هو على اليسار اللي هو اللي انا بقلب فيه دلوقتي بتاع المواد الجفة لو احنا جهزناه وكتبنا عليه ان ده خليط مواد جفة جاهز على البطين فقط وثلاث نقط من الخل يبقى في اي وقت نقدر نعمل السناكس او المقرمشات الجميلة دي وانا بنصحكم الاول زودوا الكمية لان فعلاً فعلاً الكل بيحبها هي حوطعمه في منتهى الجميل تعالوا نجيب البطين ونحط عليهم ثلاث نقط من الخل ونقلب وبس كده مش محتاجين حاجة خالص غير اللي احنا نحط الحاجات على بعضها بسيطة جداً ورحتها في البيت جميلة جداً جداً انا كمان احشيها بالطمر فعلشان كده انا مش هحط جوه العجينة ولا عسل ولا دبس طمر ولا حاجة ولكن لو حابين اللي احنا ما نحطش حاجة جوه نقدر نحط من الاول كده مع البيت آآ عسل او دبس طمر اللي احنا بنحبه ومتوفر عندنا نقدر كمان نحط سكر السيفية لو احنا عايزين نقلل السعرات شوية وخلاص كده العجينة جاهزة بس محتاجة اللي انا سيبها ربع ساعة في المطبخ عايزي خالص ليه بقى بسيبها علشان يشوفان آآ يمتص السوائل والعجينة تكون سهلة معي في التشكيل بعد ربع ساعة هنيك نشوف شكلها ايه انا راح تجبت الطمر الطمر ده مفروم عايزي خالص ونبتدي نعمل منه حتة صغيرة كده عشان نحشي جوه العجينة الجميلة دي تعالوا بقى نشوف العجينة الجميلة دي فعلا انا البستك لفظ علشان ما يجي شكل محتاجش اللي انا احط اي مادة دهنية على ايدي فلو مش عايزة البستك لفظ ممكن بس تبليل ايدك بحاجة بسيطة اقوي من الزيت عشان العجينة ما تلزقش ونحط شوية من الطمر اللي هو ناعم خالص ونبتدي نعمل الشكل اللي احنا بنحبه الشكل اللي انا بحبه ايه اللي هو الطويل ده اللي نحط عليه سمسم من بره مش عارف احنا بنسميه ابو سمسم ما عارفش انتو بتسمو ايه او بقصومات او شبورة كل حد بيسميه حاجة اكتبوا لي تحت في التعليقات بتحبوه ولا لا بتحبو ريحتو تملى البيت ولا بتكتسله وتشتروه جاهز فطبعا لو حاجة زي كده صحية وخفيفة و جميلة فعلا فعلا خفيف انا عايز اقول لكم على سر انا بقالي اسبوع بافتر بي باكل مثلا على الفطار اربع وحدات مع كبات الشاي بافضل شبعين ووقته طويل جدا احلى بقى من اليوم مرة من اي حاجة وكمان سهل يعني لما بعمل كمية زي كده بيطلع لي حوالي 18 واحدة حاجة زي كده فبتكفيني فترة لو انا هكون منه الواحده طبعا لوحدي بس انا طبعا ما بقولش منه الواحده فانا من الاول وانا بكلمكو دلوقتي انا عامل مقدار تاني شغال في الفرن دايما لما باجي عامل الفيديو بحاول عامل مقدار صغير علشان يكون سهل عليكو وتتشجعوا اللي انتو تجربوه وبعد كده تقدروا انتو تزودوا براحة كده جالي مرة تعليق دحكني جدا جدا واحدة كتبالي هو انت بخيلة هسألوها ولا ايه هنقعد في المطبخ عشان نعمل كمية الحاجات اللي انت بتعمليها دي دي كمية صغيرة جدا ما تكفيش حد انا مش بخيلة ولا حاجة ولكن انا دايما دايما زي ما بقوله احنا بنعمل كمية بسيطة علشان لو انت واحدة بس في البيت بتاكلي من الكلام ده تشجع الجرابي لو عندك مقدار صغير كمان من الحاجات دي لو عندك بس كباية ونص شوفان او حتى لو عندك تلاتة ربعة كباية نص المقدار تقدر الجرابيه تقسم كل حاجة على اثنين فرده حد عايز يعمل بيضة واحدة فهيقسم كل حاجة على اثنين فكل حد يقدر بالضبط عنده الوصفة يزود الضعف الثلاث اضعاف ان شاء الله تعملي عشر اضعاف يعني ان شاء الله تعملي عشر اضعاف سنكمل كل الكمية بنفس الشكل ونقدر كمان نزود عن الكمية اللي اضعطتها في الطمر على حسب ما نحب لكن انا دايما ما بحبش الحاجة مسكرة قوي عشان باشربها مع الشاي وانا اصلا تعودت اللي انا ما بحبش الحاجة مسكرة وهو طعمه كده ولا مسكر ولا ملح عارفين كده اللي هو بتكليب تطبستي نقدر كمان نحط على الطمر المفهوم ده اي نكحة بنحبها نقدر نحط تاني شمر وينصون نقدر نحط الهيل او الحبهان بصوا بنتي بتساعدني وراه طيب المهم اللي انا هكمل كل الكمية بنفس الشكل عايزة حطه بقى عليه سمسم من برق وكمان حبة البرقة فهنجيب السمسم المحمص ونحط عليه شوية كده وبيلزق عليه علشان العجينة شوية ستيكي يعني العجينة بتلزق شوية زي ما اتفقنا فهيلزق عليه بسهولة زي ما احنا شايفين هروح اشغل الفرن على درجة حرارة 180 يسخن شوية يعني 10 دقيق وبعدين هدخلهم جوه الفرن على الرف الشبك هشغل الفرن من تحت فقط هيقعد في الفرن 18 دقيقة بعد 18 دقيقة هطف الفرن من تحت افتح للشوية 3 دقيقة يبقى مجموعة مقعد في الفرن من 20 ل 22 دقيقة تقريبا ما نزودش عن كده باطف الفرن واطف الشوية واسبهم جوه اي حاجه بابقى عايزها تحمص بعمل كده وخصوصا الحاجات دي اللي هي عايزها تقرمش وتحمص فبسيبهم جوه الفرن وهو مطفي لحد ما يبردوا بصوا بقى دلوقتي هم بردين مش عايزين غير كوبية شاي بالحليب اكتبوا اللي بقى تحت فالتعليقات تحبوه الشاي ولا الشاي بالحليب انا اعرف ان جمهور الشاي بالحليب كبير جدا والناس اللي ما تعرفش الشاي بالحليب فيه الشاي اللي هو القرك اللي هو الشاي العدني يكون برضو شاي بالحليب ولكن بشوية نجاهات زي الهير والرنفل او المصمار يعني المهم بقى ان هو جميل جدا هم ارمش من جوه جميل زي ما احنا شايفين احط بقى جوه لشاي بالحليب كده ويا سلام احلى فطار اتمنى اتمنى ان انتو تجربوه من غير دهون الواحدة فيها 60 سعر حراري زي ما احنا شايفين نقدر نتحكم ونقلل السعرات لو احنا حابين نقلل الكمية الطمر اللي احنا حطناها يعني الى حد ما الموضوع برضو هيكون في ايدينا اتمنى ان شاء الله وصفة النار ده يكون عجبكو وجربوها واسبكو بقى وراح اكمل الفطار مع احلى شبورة او اصابع ما ارمشة هتدقوها ان شاء الله اشوفكو على خير ومع السلامة